نفس المشهد بيتكرر بس بقاله ست سنين مع الاخوان الوستاذ المرشد العام للاخوان المسلمين الدكتور بديع وهو عالم جليل تحط ضمن افضل مئة عالم في العالم يعاني وكل شوية يجي خبر ده مات لأ ما ماتشي لأ مات لأ ما ماتشي والحقيقة انه ما يحدث مع هؤلاء يزيد النقمة على العسكر وعلى الشرطة وفكرة ان انت قاهر وقادر طول الوقت فكرة مجزوبة وخاطئة مئة في المئة انت بتعلق فوق الوقت بعض الوقت لكنك حتما ستهبط وانا قلت قبل كده انه كل هؤلاء واحد شرطي بيجيب اسميهم منها جوه هو اللي بيجيب اسميهم كلهم طبيعي ما الكتب اللي كتبت في خيانات المخابرات وكتبت عن الخيانات العسكر من اللي كتبهم واحد منهم يعني ما هي الشطارة مش هتهرب بجريمتك حتى لو بقى عندك مئة سنة تخلي بالك والناس عارفة وحافظة والوجوه محفوظة ومعروفة مش هيقدر يغيب وجه زابط امن دولة قبيح بيدير سجن هو ما ليش حق يخشه اصلا امن الدولة ما بيخش السجون السجون يا جماعة المفروض انها جات تشرف عليها وزارة العهد هو قضى لو الشرطة ضبطت والمحكمة حكمت انت بتحط الشرطة تحمي المساجين مش تتحكم فيها فلو استاذ بديع ومئتين واحد وستين سنة سجن محكوم على الراجل ده بمئتين واحد وستين سنة تخيل ومعاملة مهينة وقلة ادب وقلة حياة مع ان ده كان ما مضح شاين بيبوس ايده والعصار بيبوس دماغه مع ان ده كان كل الجماعة العسكر رايحين جايين طلعين نازلين والغرب لانه عنده كراهية للاخوان الحياة يعني وللاسلام يعني بشكل عام وانا نهارضة مثلا فرنسا بتمنع امهات التلامزة في المدارس الفرنسية انهم يروحوا في فترات التنزه بالحجاب يعني لو ام راحل بنتها تقلع حجابها عشان البنات التانين ما يشوفوهمش تخيل او الله قانون فرنسي يحظر ارتداء الامهات الحجاب رفقة ابنائهن خلاص هتلبس العالم زي ست اللابس انا ده مين ده فرنسا ام الاريات وقوانين في مصر زي كده وقوانين في السعودية زيك انت ما تستغربش اللي بقولك عليه ده هيحصل ده هيحصل قال اخوان طلعت بيان تناشد فيه الامم المتحدة والعالم انقاص حياة مش مست مرشد الجماعة اللي بلغ من الامر ستة وسبعين سنة ولكن غيره من الاسد عندك زي ما قلتلك السنائيات والثلاثيات الاستاذ الدكتور عصام الحداد وابنه ونسيب ابنه الدكتور محمود ونسيب نسيبه الاستاذ محمد ابراهيم والرجل وابنه وابنته زي الاستاذ خير الشاطر ربنا يثبت اسرته وابنه حسن وبنته ايشا وجوز بنته خالد ابو شادي العالم الجليل والمحترم رب الفاضل ربنا احفظهم وعائلات بقى اسرت بقى كده خد بقى الحبل على الجرار الدكتور البلتاجي وغيره وكسر والدكتور غزلان وغيرهم كسر ليه انتقام وقول لك هنبني دولة والله ما هتبني زريبة والله هتبني كراهية وحقد انت قاعد متطمن دلوقتي عادي وبتروح تقفش في الناس ومشغل الناس بس في النهاية عاوز اقول لك بينتجي هحكي لك خصة مكارثي كان نايف في كونجرس وللأسف كان ضابط برضو يعني وقال لك انا متحور في رجلي من الحروب وطلع هو ايه عالسلم كان مكسور يعني نصاب زي السيسي يعني وبعدين مات 48 سنة يعني ما خدش عاجل وحسبوه في اشتركوا في القناة